موسيقى موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدأها بأبرز العنوين في الشرق الأوسط مباحثات بوتين وأردوغان تكشف عن تباين المواقف حول سوريا الائتلاف السوري يلتقي أغلو ويطلب دعم الجيش الحر مصادر كردية المجندة الإسرائيلية لم تقع في أسر داعش قوى ثورية تحشد لأسبوع غضب والإخوان تتظاهر اليوم وأحزاب عدت براءة مبارك مفترقة طرق أما في العربي الجديد شروط النظام السوري لقبول المناطق المجمدة حيلة لضرب المعارضة صفقة بين أنقرة وواشنطن أنجرليك مقابل منطقة عازلة بسوريا توكل كارمان للعربي الجديد موجة ثورية مقبلة في اليمن تنسيق أمني بين حماس والاستخبارات المصرية أما في العرب اللندنية هل يتخلى أردوغان عن المعارضة السورية مقابل الغازي الروسي؟ داعش وسوريا يتصدران زيارة ملك الأردن لواشنطن السيسي يؤكد القطع نهائيا مع عهدي مبارك والإخوان القضاء التونسي يرفض طعون المرزوق في نتائج الانتخابات عنوانة القدس العربي خبراء أمريكيون غارات التحالف تخدم بلا قصد كسلاح جو لنظام الأسد في شمال وشرق سوريا واشنطن تستبعد مجددا إقامة منطقة حضر جوي في سوريا هل هدد حزب الله باقتصاب زوجة أحد قادة الجيش السوري الحر أمام الكاميرا لإطلاق أسيره؟ الثورة السورية لا تزال تزف شهداءها من الناشطين الإعلاميين وصاحب الظل الطويل ليس آخرهم لاجئون سوريون أنقذوا قبالة قبرص ينتظرون في الجزيرة تحديد مصيرهم دروز حول العالم يطلقون مؤسسة سنديان لدعم الداخل السوري خامنئي يشدد على زيادة القدرة العسكرية لإيران الحياة؟ روسيا تبدأ صراعا مع إيران على سوريا داعش يغير تكتيك الحرب بعد فشله في عين العرب طائرات التحالف تقصف وحدة الحرب الإلكترونية في داعش سلسلة بشرية من طرابلس إلى صور لأجل لبنان وقد عنوانت المستقبل اليوم محكمة هولندية تعاقب بالسجن شابا في العشرين من عمره لقتاله في سوريا العبادي لن يخرب علاقته بإيران وأنصار المالكي ضد تسليح السنة الأطلسي يتهم روسيا بانتهاك وقف النار في أوكرانيا وموسكو تتهمه بزعزعة استقرار شمال أوروبا فتح تنفي وجود موعد محدد لإنهاء أعمال حكومة التوافق أما موقع سيريا نيوز فقد جاء فيه الخارجية الأمريكية لاتفاق على منطقة عزلة على الحدود التركية السورية بوتين يجب إيجاد حلول للأزمة السورية مقبولة لكل فئات الشعب أردوغان متفقون في ضرورة الوصول إلى حل شامل للأزمة السورية إلا أنهم مختلفون في كيفية الحل وزير الحرس الوطني السعودي هناك خطة أمريكية لتسليح سريع لمقاتلين معارضين بالتوازي مع عملية تدريبهم الأسد المتضرر الأكبر من أحداث الساحة العربية منذ عدة سنوات هو القضية الفلسطينية اشتباكات في جبال القالمون ودارية وسعس عبريف في دمشق ومنطقة كرم الطراب قرب مطار حلب واشنطن كيري يرأس اجتماعا وزاريا لدول التحالف ضد تنظيم داعش الأربعاء وفي موقع المدن دفع جديد من البشمرق إلى كوباني وإعدامات في معتقلات النظام السبسي والمرزوقي من يقسم التونسيين لا يصلح لرئاستهم مصر التظاهرات الغاضبة مستمرة وسيسي يحترمون زاهة القضاء كتب فواس حداد في المدن حرب نظيفة أشبه بنسا أثبتت تطورات الأزمة السورية أن النظام السوري يقرأ السياسات الدولية بشكل جيد ليس لأن هناك من يساعده على قراءتها ولو كانوا من الخبراء المتحالفين معه وإنما لجانب لا ينبغي أن يغمض حقه من الثناء وهو براعة الخارجية السورية المشهود لها في اللعب على الوقت والإغراق في التفاصيل والمهل الطويلة والإنكار اللامسؤول كي لا نقول الخداع الدبلوماسيات لا تستعمل هذه الكلمة مع أنها تعبر عن الواقع أكثر من سلسلة المهارات الآن في التذكر تلك ميزة قل ما تحققت بهذا النفس الطويل في بلدان الشموليات المتحجرة النظام السوري فصل بين الخارج والداخل ونجح في تركيز عقلانيته على الخارج أما في الداخل فلم يصرف فيه وقتا كثيرا تركه للجيش وللميليشيات والبراميل المتفجرة في إطار خبراته السياسية من باب جهوده للتقارب مع الاستراتيجية الأمريكية أفلح في قراءة أولوياتها وأحسن تفهم الرسائل عبر الوسطاء فقد كان ينتظرها وزج بطائراته في الاستراتيجية الغامضة التي أصبحت واضحة إلى حد زعم أنه والأمريكان باتا في خندق واحد في مجال مكافحة الإرهاب في الواقع واصلا تعاونهما القديم المتفق عليه كان يقدم المعلومات الاستخباراتية مقابل أن تغضى أمريكا الطرف عن تجاوزاته أمريكا اعتادت على تكليف حكومات من العالم الثالث بتنفيذ العمليات القذرة حيث لا مساءلة وهي من نوعية التحقيق لحسابهم مع المشتبه به باستخدام أساليب في التعذيب تنجح في انتزاع المعلومات أو تؤدي إلى انتزاع حياتهم لا تتجرأ بلدان الديمقراطيات النظيفة على القيام بها خشية من الرأي العام في بلدانهم والآن لألا تخرق قوانين الحرب التعاون جار على هذا المنوال طالما هناك بلدان تتطوع للقتل والتعذيب كشهادة أمريكية لها على حسن السلوك النظام السوري لا يتطوع وإنما يستغل نقطة الضعف هذه فالأمريكان في حربهم مع داعش يريدون حجما أكبر من القتل لكن يخشون إيقاع خسائر كبيرة في المناطق المدنية النظام لا مشكلة لديه كان المدنيون من قبل حاضنة للثوار والآن حاضنة للإرهابيين هذه الذراء يطيب للأمريكيين سمعها ما يخفف الشعور بالذنب أطلقت الحرب على داعش يد النظام فالغارات الجوية التي شهدتها الرقى أوقعت أضرارا في عدد من المنشآت العامة مثل المتحف الوطني والمنطقة الصناعية ومسجد وخلفت 220 مدنيا بين قتيل وجريحة ما يدل أن القصف لم يكن عشوائيا بل منتظم استهدف المدنيين فقط حسب الأمين العام للأمم المتحدة وأن إصرار التحالف على عدم وضع حد لمجازر الرقى يعني أنه إقرار بالجريمة وتقديم خدمات مجانية لقوات الأسد حسب الأمين العام أيضا أمريكا على لسان المتحدثة باسم الخارجية نددت بالغارات الجوية المروعة متهمة دمشق بارتكاب مجزرة متواصلة وحسب البيان نشعر بالهول حيال التقارير التي تفيد بأن الغارات الجوية التي شنها نظام الأسد في الرقى أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين ودمرت مناطق سكنية كانت اعترافا أمريكيا بتسلمهم رسالة النظام لا تهاون في تنفيذ المهمة هذا التحالف الذي كان ضمنيا وأصبح علنيا سيكلف السوريين المزيد من الضحايا والدمار مقابل قبول أمريكا النظام شريكا للحرب على الإرهاب لا غناء عنه سيقدم لها خدمة كبيرة بتحمل التبعات الأخلاقية التي لا يستطيع التحالف تحملها فالنظام الذي اعتاد على ارتكاب المجازر طوال ما يقارب الأعوام الأربعة لن يضيره على الإطلاق ارتكاب مجازر إضافية قد لا تحظى بتجاهل الولايات المتحدة وإنما بغفرانها وتسمح له بقصف المناطق الأخرى الآهلة بالمدنيين الذين تظاهروا ضده وحملوا السلاح دفاعا عن حياتهم المساهمة الأمريكية ستحقق فرقا نوعيا في ارتفاع أرقام القتل لا أضرار منها بعد توقف إحصاء أعداد القتلى وحسب رئيس الشبكة الحقوقية لحقوق الإنسان السورية أن النظام السوري قتل من المدنيين من سكان رقا بعد سيطرة داعش على المدينة وحتى الآن أكثر من 197 مدنيا أما عن المدنيين الذين قتلتهم تنظيم داعش في الفترة نفسها ما لا يقل عن 33 مدنيا بينهم أطفال وثلاث نساء تميل المحصلة الإيجابية لصالح النظام وتتفوق على داعش في القتل والتدمير الفارق أن النظام يقتل بمباركة دولية بينما داعش تواجه ما تستحقه من إدانات ولعنات وتجيش الجيوش ضدها وقصف مواقعها مع كل ما يحيط بها ولو كان على بعد آلاف الكيلومترات الإضافة الجديدة في مسلسل الأزمة السورية أمريكا أعلنت الحرب على الشعب السوري بالوكالة حرب نظيفة أشبه بنزهة من دون أي تبعات أخلاقية بوتين وأردوغان الشركان اللدودان عنوان ما كتبه الياس حرفوش في صحيفة الحياة ربما كان الرئيس السوري بشار الأسد من أشد القلقين حيال المحادثات بين حليفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخصمه الأشد عداء في المنطقة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وربما يسأل الأسد نفسه والمحيطين به عما تخفيه هذه الشراكة التركية الروسية على رغم خلافات موسكو وأنقرة حول قضايا كثيرة ليس الموضوع السوري سوى واحد منها يحاول بوتين وأردوغان أن يحصر برنامج الزيارة في الإطار الاقتصادي والتجاري وما يتصل خصوصا بصادرات الغاز الروسي إلى تركيا التي تعتبر المستورد الثاني للغاز الروسي بعد ألمانيا هذا موضوع مهم بالنسبة إلى الاقتصاد التركي لناحية الأسعار أولا ولناحية زيادة الكميات التي تحتاجها السوق التركية على أبواب فصل الشتاء البارد فضلا عن ذلك تبني روسيا المحطة التركية الأولى لإنتاج الطاقة النووية بكلفة تصل إلى 20 بليون دولار كما ينتظر أن يرتفع ميزان التبادل التجاري بين البلدين من 33 بليون دولار إلى 100 بليون بحلول عام 2020 يعني هذا أن الخلافات حول روسيا وأوكرانيا وعضوية تركيا في الحلف الأطلسي في وقت تنتقد موسكو تحركات الحلف في أوروبا الشرقية لا تمنع الشراكة التجارية ولا تحول دون حرص كل من تركيا وروسيا على دعم الوضع الاقتصادي للدولة الأخرى وعدم الإساءة إلى مصالحها لم يحاول الرئيس الروسي أن يخفي الخلافات في المواقف مع تركيا فاعتبر عشية زيارته أن علاقات البلدين مستقرة على رغم الظروف الحالية التي تحيط بالمنطقة وقال إن هذه الخلافات طبيعية بين بلدين لكل منهما سياسته الخارجية المستقلة غير أن السؤال الذي يفترض أن يطرح نفسه هو كيف يستطيع أردوغان وبوتين القفز فوق الخلافات السياسية التي نسمع أنها خلافات عميقة بين البلدين وتجاهلها لخدمة المصالح الاقتصادية وحدها وهل نحن أمام تجربة فريدة من نوعها في العلاقات الدولية تتم تضحية فيها بالسياسة في خدمة التجارة أم أن ما نقرأه ونسمعه عن خلافات يختلف تماما عما يجري في غرف الاجتماعات المغلقة بكلام آخر هل يمكن أن تكون الصفقات التجارية تمهيدا لصفقات سياسية يصل فيها الشركان اللدودان إلى منتصف الطريق بالنسبة إلى الموضوع السوري فيكون مصير الرئيس السوري مثلا مطروحا في سوق المساومة في إطار تقاسم النفوذ والمصالح من البحر الأسود إلى الشرق الأوسط من المهم أن نلاحظ أن زيارة بوتين إلى أنقرة تأتي بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن التي برزت خلالها بوضوح الخلافات بين أردوغان وإدارة أوباما بشأن موقفها غير الحاسم من الأزمة السورية ولم يتردد أردوغان في وصف سلوك واشنطن بالوقح لأنها تحاول فرض سياستها في قضية تبعد عنها ألاف الأميال ولا شك في أن بوتين كان أكثر الناس سعادة بهذا الانتقاد فهو كان يمكن أن يقول الكلام نفسه عن الدور الأمريكي والغربي في أوكرانيا وسواها من دول البلطيق المحاذية للحدود الروسية حيث لا يتوقف الحلف الأطلسي عن التمدد من المهم أن نلاحظ كذلك أن الحديث عن العلاقات التركية الروسية يأتي في الوقت الذي لا تخفي إدارة أوباما حرصها على المحافظة على الانفتاح الذي حدث في علاقاتها مع إيران على الرغم من تأجيل الاتفاق بشأن الملف النووي إلى آخر حزيران يونيو المقبل ولا بد أن بوتين يسأل نفسه ومنتقده أيضا لماذا يكون متاحا لواشنطن الانفتاح على طهران على رغم عداوة يزيد عمرها عن ثلاثين عاما وخلافات عميقة بين مصالح البلدين ولا يكون متاحا لروسيا أن تتقارب مع تركيا حيث حقائق الجغرافية تفرض نفسها على البلدين بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية بهذا مشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم بكل خير بحلقات جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة